قبل أي حاجة خلينا نهني ونبارك لسلة النادي الأهلي سلة النادي الأهلي حديث العالم الحقيقة وفخر كبير جداً الإنجاز الكبير اللي حققوا بالفوز على فريق أنجل الأمريكي بنتيجة 82-76 في البطولة طبعاً المقامة دلوقتي في سنغافور فوز الأهلي الحقيقة بيعتبر الأول لقارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 25 خصارة لممثل القارة الأفريقية في كأس العالم لكورتسان الفوز كمان للنادي الأهلي على فريق أمريكي هو أول فوز لفريق مصري يفوز على فريق أمريكي في كورتسان حضرانكم عارفين يمكن كان فيه هزيمة النهاردة ولكن بنبارك على هذا الفوز الكبير ولسه عندنا أمال وعندنا تموحات إن شاء الله بإذن الله نلعب على المركز الثالث والرابع في هذه البطولة اللي تم إطلاقها سنة 1966 على فكرة ما فيش أي فريق أفريقي حقق أي انتصارات خلال المشاركات الستة الماضية يعني لعبة أندية أفريقيا 25 مباراة في تاريخ البطولة كلها انتهت الحقيقة جمعها بخسارة ممثل أفريقيا فالحقيقة الفوز كان على مستوى طبعا على مستوى النادي الأهلي فخر كبير جدا كمان على مستوى القارة أول فوز القارة الأفريقية في بطولة كبيرة في كاس العالم للأندية في بطولة السلة وإنجاز يحسب ورغم الخسارة الحقيقة النهاردة لكن عندنا أمال كثيرة جدا وعندنا تموحات إن شاء الله نلعب على المركز الثالث والرابع وده حيكون كمان إنجاز لي مش بس للنادي الأهلي ممثل القارة الأفريقية على مستوى مصر على مستوى أفريقيا إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا اللي عملوا الحقيقة المباراة الأولى مباراة رائعة جدا ويسيطروا وسيطرة كاملة على المباراة وكانت مباراة الحقيقة كلنا كنا فخرين بيها الهزيمة طبعا وردة لكن زي ما بقول لحضراتكم إن شاء الله عندنا أمال إن شاء الله نلعب على المركز الثالث والرابع